اهلا بيه خلصنا الحلقة اللي فاتت وكنا تعرفنا على سر تسمية بعض الاندية بألقاب معينة فعرفنا ليه الريال لقبه المرينجي وبرشونا لقبه بورجولانا وعرفنا سر لقب الخفافيش لنادي فالنسيا بعدها عرفنا لقب ايفرتون وسببه ولقب نيو كاسل وسبب وختمنا الحلقة بنادي روما وتعرفنا سوا على قصته الغريبة سر لقب الزئال وعرفنا القصة الأسطورية للقب واللي كان ظهر قوي في شعور النادي ولو ما شفتاش الحلقة هتلاقي اللينك تحت في الوصف جاهز؟ يلا بينا اول نادي معانا هو نادي منشستر سيتي المعروف بلقب السيتزنز اللي معناها المواطنون لأن المشجعين بيوجه رسال الجمهور وللاعبين والكل واحد جوا النادي للنادي عبارة عن وطن لنا احنا مواطنين عايشين جواه من الموضوع مش كورة وتشجيع بس بل هو اكبر من كده كثير تاني نادي معانا هو نادي منشستر يونايتد واللي معروف بلقب الشياطين الحمر وبيرجع سر اللقب ده القصة مأساوية حزينة جدا خلال الفترة من 1950 ل 1960 كان منشستر يونايتد معروف بلقب بوسبي بيبز معناه أولاد بوسبي بوسبي ده هو مات بوسبي وهو كان المدير المسؤول عن منشستر يونايتد وقتها وكان تولى أمورهم عام 1945 واللي منجح ان يفز ببطولات كتيرة في وقت قليل جدا لكن في عام 1958 كان ساعتها الفريق راجع من ماتش ضد النجم الأحمر في سربي لكن بسبب التلج والمطر والعواصف السلجية الطيارة ما عرفتش ترجع من سربي على انجلترا مباشرة وهبطت في مطار ميونيخ ولما حاولوا انهم يقلع بالطيارة طيارة تحطمت مات بسبب التحطيم ده 23 شخص منهم تم اللعيبة ساعتها أضرب بوسبي ان لقب بوسبي بيبز هيفكر الناس دايما بالذكرى المؤلمة دي استلهم لقب الشياطين الحمر من فريق ريكبي كان معروف وقتها كان أطلقوا الصحفيين عليهم لما كسبوا بطولة فرنسا عام 1934 مرور السنين العالم بدأ يردد لقب الشياطين الحمر على منشستر يونيتد لحد ما جاء عام 1973 النادي ساعتها غير شعاره وحط فيه شتن أحمر ما سكرمه بنطلع من قصة يونيتد الحزينة والنوح لنادي فياريال المعروف بلقب الغواصات الصفراء سر التسمية دي بيرجع لقصتين واحدة منهم واقعية والتانية طريفة شوية القصة الواقعية ان نادي فياريال مش من الأندية الكبيرة في أسبانيا لكنه قدر ان يصارع ريال مدريد وبرشلونة ونجح ان يوصل نص نهاء دوري أبطال مسم 2005-2006 وشبهه بالغواصات لان الغواصات بتطلع من تحت البحر وتهاجم السفن الكبير أما القصة الطريفة فهي حسب الرواية الأسبانية ان في نهاية الستينات كان فيه فيلم رسمه تحركة اسمه الغواصات الصفراء الفيلم ده حقق نجاح كبير جدا كان خلال الفترة ديت مفيش غير فريقين بس بيلبسوا أصفر كامل هم فريق فياريال وفريق قادش والفريقين اتخنقوا مع بعض على مين أحق باللقب ده لحد ما اتفقوا انهم يلعبوا مطش ودي واللي يكسب المطش يفوز باللقب فاز فياريال وبقى اسمه الغواصات الصفراء أخي النادي معانا في الحلقة دي هو نادي أتليتيك بلباو معروف بلقب الأسود سر اللقب ده بيرجع لقصة أسطورية استمد فيها النادي لقبه واسم ملعبه الأسطور بتقول ان كان فيه واحد اسمه القديس ماميس وكان الرومان بيحاولوا يمنعوا ان ينشر الديانة المسيحية في أوروبا ساعتها راموا للأسود عشان تكل فالأسطور بتقول ان الملائكة أنقذتهم من الأسود وقصة تانية بتقول ان الملائكة لما أنقذتهم من الأسود هو راح قعد مع الأسود في الغابة ورباهم ولو بحثت عن اسم مرعب نادي أتليتيك بلباو هتلاقي اسمه سام ماميس بس كده خلاص خلصت حكوينا في حلقة النهاردة والأسبوع الجاي مكملين في القصص تانية أحلى وأغرب ما تنساش تشترك بقى وتدوس لايك وتكتب لنا في الكومنتات فريق عايز تعرف سر اللقب سلام